أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي انتهاء الوزارة من كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة مدينة الأقصر يوم المدن العالمي والذي يعقد غدا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية وأشار وزير التنمية المحلية إلى وصول عدد كبير من الشخصيات الدولية وكبار المسؤولين ورؤساء الوفود والوزراء والمحافظين المشاركين في فعاليات هذا الحدث على رأسهم ميمونة محمد شريفة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالإضافة لقيادات المنظمة وعدد من رؤساء مكاتب الأمم المتحدة العاملة في مصر والبنك الدولي ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي وعدد من السفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة